في تجربة تياترو مصر اللي انت عاملها ممكن تكون مختلفة تماماً وانا قلت لك رأي قبل كده ان هي بتشتغل بمعايير القطاع الخاص لكن بمفهوم القطاع العام في أدبياته رجل وست ستان نفس الحكاية ما عندناش لفظ ما عندناش كلب نفس الفكرة يعني ليه هروح للسهل تب السينما شايفها ازاي النهار ده أشرف يعني انت رجل انت عملت اولا انت عملت بطولات كتيرة وعملت مع هنيدي وحقيقة الجرأة منك انه كنتوا الاثنين تعملوا بطولة مشتركة مع بعض في فيلم سينمائي وكان فيلم جميل جداً حقيقة وعندوكم ثقافة دي الجيل بتاعكم عندو ثقافة دي انك انت نجم كبير وهنيدي نجم كبير وتعملوا بطولة وكل واحد فيكم كان بيشيل فيلم الأحد اه بس هو كان بيشيل اكتر يعني انا في التوقيت اللي عملت معه صاحب صاحبو هنيدي اراداته في السوق عاملة ارادات ضخمة انا بالنسبالي اما كنت عامل فيلم بطولة في نفس التوقيت لأ ما كانش بيجيب حاجة لأ كان هنيدي ان هو يقبل انه اشرف يبقى معاه دي كان القوة من هنيدي طيب ده ده شيء جميل ويحسب لكم انتم الاثنين وصاحب صاحبه كان تجربة جميلة وتجربة انسانياً جميلة كمان تعالوا اتقي من مشهد السينمائي النهاردة شايف سينمائي ازاي النهاردة خصوص في نجوم مجداد تلوا على الساحة وبقى موجودين النهاردة ملء السماء والبصر وممكن يكونوا بيتقادوا اجور قد حضرتك وهنيدي مجتمعين مع بعض انتم الاثنين دلوقتي وفي اللحظة واحدة شافت ازاي حلو قوي شافت حلو قوي دي المهنة الوحيدة اللي لا يجوز فيها المجامد لا انت باش فهمني يعني انت لما بتقولي انا من سنة سبعة وثمانين بتشتغل يعني انت بتتكلم في طمانتاشر سنة شغل عشان تبقى انت أشرف عبدالباقي النهاردة ويهو تلاقي واجرك كان مية جنيه سبعة وعشرين سبعة وعشرين سنة سبعة وعشرين سنة وبعدين يجي حد في سنة او في سنتين يعني مفيش اسمها في بيعينها لكن قدامي نمازج يعني تجدوا انهو في سنتين عد اللي انت عملته في سبعة وعشرين سنة في خلل اكيد في المعادلة ولا ايه لا خالص ثم الايه معادلة بص معادلة فير جدا معادلة صح جدا يا المهم ازاي الواحد يتقبلها هي دي النقطة يعني انا مثلا جيت عملت فوزير اسمها ابيض واسود اول سنة كنت انا وهنيدي تاني سنة كنت انا وهنيدي وعليه الله يرحمه اول سنة كان اشرف عبدالباقي محمد هنيدي تاني سنة هنيدي كان عمل صعيدي في جمال امريكي فاسمه اقتدى يلمع واجره اقتدى يزيد فجال المنتج على استحياء وتذكري اليوم ده كويس اوي كان مجد الهواري وجيبي يقول لي اشرف بالنسبة للأسماء قبل ما يكمل كلامه قلت له هنيدي الاول وضع طبيعي خلاص خطوة عني في السينما ووضع طبيعي ده خلاص حليت الحكاية في ثانية وهي ثانية تقبل الوضع في خلال الرحلة دي انا مش بتفاجئ النهاردة بواحد بيعمل سنتين وبيظهر في خلال السبعة وعشرين سنة ظهر كام واحد في سنة وفي سنتين وفي تلاتة ومش عارف ايه طول الوقت طول الوقت طول الوقت طول الوقت يعني لو هقول على جيلنا انا وهنيدي وعلا كنا احنا اللوم الناس شايفيننا ازاي وكان معانا ادم بساعة ظهر بقى علينا الساق او كريم عبدالعزيز واحمد حلمي وحتى محمد سعد اه جيلنا بس هو ظهر بعدين بشوية اه طول الوقت بعدين مؤخرا بقى محمد رمضان وكل النجوم اللي ظهروا مؤخرا ماينفعش حكمي ماينفعش ان انا امسك وراء وقلم وقول انا تريح بس المعايير اتغيرت طول الوقت اللي لازم تغير والجمهور اتغير في تزوقه للفن اه هو عارف الجمهور عايزيه انا معرفتش يعني احنا زمان كنا نسمع عبدالحليم نقول الله ونسمع ستة ومكالسون والله النهار ده فيه اسوات بنسمحها انا شخصيا ما بقولش عليها يعني انها حلوة لكن تجد الناس مستمتع بها جدا وشايفها من اجمل اسوات هل ده ايه ثقافة جيل هل انا احنا جلنا واحد الاجيالنا مثلا اختلفت عن الاجيال اللي بعدين عن اللي بعد بعدها اللي بيعجبني غير اللي يعجب ابني وابنك هل ده الطول عمر الدنيا يعني كنت عامل حاجة مرة حاجة كده زرايا في مسلسل تقريبا ان ايه اب واصحابه قاعدين اه وعملين بيسمعوا عبد الحمولي وبيسمعوا الست مونيرة المهدية وبيقولوا الجيل بتاع دلوقت اللي عملين بيسمعوا واحد اسمه عبد الوهاب واحد اسمها موكلسوم وقي القاع السريع وقيه المطرب الشباب اللي اسمه عبد الوهاب هه وبعدين عملت الفرق التاني ان جيل بتاع عبد الوهاب وموكلسوم ايه اللي بيسمعوه ده ايه فيزة وعبد الحليم وناس اللي بيسمعوه على دول بيقولوا عمر دياب ايه وعمر فتحي الله ارحمه ومحمد مونير على النهار ده لو انت جيت لجيل بقى عمر دياب ومحمد مونير هتلاقي جيل التاني اللي طالع فيه جيلين طلعوا مش جيل ده بقى تابر حسن جيل وفيه جيل بعد التامر جيل بعدين وهكذا يا دي سنة الحياة ده وضع طبيعي سنة الحياة الناس حابين أشرف وحابين ينيدي وحابين هيطلع ناس حابين محمد رمضان وحابين مش عارف مين وحابين أحمد مكي أحمد مكي كان واحد من جمهوره كمان يعني أنا مش هقول إن ده بيقدم نوعية مختلفة أنا ممكن الأول ما بقاش مستوعب اللي بيتكلم إزاي وبيعمل إيه وبتاع بعد شوية استوعبته بعد شوية لقي ولاده كلهم بيحبوه أحمد حلمي نفس الحكاية جيل يمكن متواصل شوية مش فرق كبير كدرب بإن ده بيقدم حاجة ده بيقدم حاجة مختلفة لا لكن هو قدم لون مختلف هو المشكلة مش في الجديد اللي بيظهروا الناس اللي بتتقبلوا المشكلة في الناس اللي موجودين في السحة اللي لابد إن هما يتقبلوا الجديد